زميل أحمد مندوح مراسل النيل للأخبار أهلا أحمد كل عام وأنت بخير يعني أراك وفي أجواء احتفالية إليك أنقل الكلم كل عام وأنتم وكل مشاهدي قناة النيل للأخبار بخير ورمضان كريم عليكم يعني أتحدث إليكم الآن من داخل يعني منطقة الحسين والجامع الأظهر حيث الأجواء الرمضانية السائدة هنا داخل هذه المناطق القديمة والتاريخية والأثرية والتي حرص عليها المصريون للاستمتاع بليالي شهر رمضان المبارك وأيضا إحياء التراث المصري الأصيل هنا هذه الأجواء الرمضانية والروحانيات يعني تكتسي أيضا الشوارع وأيضا الألحارات والشوارع الضيقة داخل هذه المناطق القديمة والأثرية للاستمتاع بليالي شهر رمضان والتي تفوح منها هذه الروحانيات وتكتس أيضا الشوارع والشوارع الفريدة في هذه المناطق الفريدة بزينة رمضان والفوانيس البلاستيك الصغيرة المصنوعة من البلاستيك وزينة رمضان والتي تضيف لهذه الشوارع بريقا ورونقا خاص كما نشاهد هذه الأجواء الرمضانية هنا داخل منطقة الحسين والجامع الأزهر وهذه المناطق الأثرية حرص كبيرا من المواطنين من مختلف الفئات العمرية للاستمتاع بليالي شهر رمضان المبارك وسط أيضا الأمسيات والإنشاد الديني والروحانيات التي تسود هذه المناطق القديمة والتاريخية والأثرية حي الحسين كما نعلم هو يعتبر حي عريق وأيضا يتسم بقيمته الأثرية والتاريخية والتي يستقبل أيضا جميع المصريين من جميع أنحاء العالم أيضا زيارته وأيضا التفقد الشوارع والحراط أيضا المضيفة لهذه المناطق القديمة والأثرية أجواء رمضانية هنا تتسم أيضا الشباب والصحبة الجميلة وأيضا تجمعهم هذه الأماكن القديمة والتاريخية وأيضا الحرص على تقديم التمسك بالعادات والتقاليم الرمضانية التي يحرص عليها المصريون خلال شهر رمضان المبارك والصهر أيضا في هذه المناطق القديمة والتاريخية والأثرية حتى الصباح للاستمتاع بليالي رمضان المبارك كما نعلم وكما نشاهد يعني هذه الأجواء الرمضانية بتسود هذه المناطق القديمة وحية الحسين والجامع الأظهر واستقبال مظاهر شهر رمضان أيضا على الحوائط وعلى الشوارع الفريدة من نوعها وهذه الأضواء أيضا التي تكتسي هذه الشوارع الفريدة من نوعها لتدخل شهر رمضان هو شهر البركة والتجمع وأيضا الصحبة الجميل شكرا جزيلا يعني كل تحية يعني شهر رمضان كما هو شهر عبادة فهو مناسبة شعبية مهمة للناس وهذا يظهر في جميع محافظات مصر ولد كل أبناء الشعب المصري فشكرك يا حمد كل تحياتي لك لسانا وانت طيب أحمد مندوح مراسل النيل للأخبار حدثاني توا من منطقة الحسين والأزهر